اثنى عشر شعارا شهيرا لهم معنى خفي يعتبر الشعار واجهة للعلامة التجارية وكثيرا ما نقتني هذا الشيء أو ذات لأن واجهته معروفة في جميع أنحاء العالم هيا لا تنكر ذلك لهذا السبب يعمل المصممون بكذ وجد لتصميم شعار بسيط يكون من السهل تذكره ولكن يجب أن يكون فريدا من نوعه ليبرز من بين غيره من الشعارات أما بالنسبة لأفضل الشعارات فهي تتضمن شبه نصوص مخفية تمثل قيم الشركة أو أهدافها أو تاريخها لذا إليك اثنى عشر شعارا عالميا لهم معنى خفي وسري ولكن قبل أن توغل في عالم العلامات التجارية الناجحة لا تفوت فرصة مشاهدة واحدا من أروع الشعارات على الإطلاق بصفة يومية نعم أنا أتحدث عن الجانب المشرق ويمكنك ننضمام إلينا بضغطة بسيطة على ذلك الزر الأحمر للاشتراك واقرع جرس الإشعارات حتى لا تفوتك أي من مستجداتنا اليومية والآن لندخل صلب الموضوع نبدأ أولا بيه يستخدم الناس خدمة Airbnb على شبكة الانترنت لإيجاد أماكن رائعة يمكثون فيها في جميع أنحاء العالم بدأ كل شيء بثلاث أسر قابلة للنفخ في سان فرانسيسكو حيث استضاف المؤسسان براين تشيسكي وجوجيبيا أول زائرين لهما لقد اختار شعارا غريبا حقا للشركة والذي يبدو كقصاصة من الورق ولكن في الواقع للشعار معنا أعمق مما يبدو للوهرة الأولى إنه يحتوي على أربعة عناصر بسيطة وذات مغزى يمثل رأس الإنسان مستخدم موقعهم وتظهر علامة الموقع على الخريطة مكان المنزل أو الشقة ويمثل القلب الحب وأخيرا تجدمع هذه الرموز لصنع حرف A لكلمة Airbnb رقم 11 TripAdvisor لنتحدث عن السفر حتى وإن لم تكن بخبرة الرحال بن بطوطة فقد رأيت هذا الشعار من قبل إنه ينتمي للتريبادفاعزر ويمكن للمسافرين من جميع أنحاء العالم اختيار أفضل الفنادق للإقامة فيها وأفضل المطاعم يذهبون إليها وشركات طيران التي تقدم أكثر العروض إغراءاً وحتى معلومات عن أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها يمكنك أيضاً العثور على الكثير من التعليقات وتقييمات المستخدمين الآخرين على موقعهم على الويب والذي سيساعدك في اتخاذ قرارك إن شعار تريبادفاعزر عبارة عن بومة التي ترمز إلى الحكمة والمعارف أما بالنسبة للعيون ذات الألوان المختلفة فإنها تبين بأن كل مسافر عليه أن يتخذ خيار الأخضر يعني الذهاب والأحمر يعني لا هذا رائع جداً رقم عشر بطاقة الاعتمان ماستر كارد هل يعترضك شعار هذه الشركة ويرمقك في كل مرة تفتح فيها محفظتك؟ أو عندما تمرر بطاقتك الاعتمانية؟ تم تأسيس نظام الدفع الدولي ماستر كارد الذي يعرفه الجميع في وقتنا الحالي في عام 1966 باسم انتر بانك حصل أحدث تغيير له في عام 2016 أو بعد عشرون عاماً من وجود كلمة ماستر كارد بين الدوائر الحمراء والبرتقالية الشهيرة ظلت هذه الألوان كما هي لكن تم وضع اسم الشركة تحت شعار يبدو كمخطط متداخل أما بالنسبة لرسم الألوان في علامتهم التجارية فهو متعلق بعلم النفس اللون الأحمر يعني الشجاعة والشغف وفعل كل ما يجعلك سعيداً يرمز اللون الأصفر المشرق إلى الازدهار تعتقد ماستر كارد أن هذه المواصفات ضرورية جداً لأولئك الذين يطمحون للثراء لذا تلتقي الألوان في الشعار في الوسط رقم 9 دل هل تسألت يوماً عن سبب وضع حرف اي في شعار دل في وضع منحرف؟ ما الذي يمكن أن يرمز إليه ذلك خلاف محاولة الشركة أن تجعل من الشعار أكثر روعة؟ حسناً أراد مؤسس الشركة مايكل ديل التعبير عن معنى العبارة الإنجليزية الشائعة turn the world on its ear مما يعني تغيير شيء ما بطريقة مثيرة هذا ما فعلته شركة ديل بالفعل ومهمتها هي هناك على الشعار مباشرة يمكننا بلغتنا العربية اختصار شعارها في حرف دال لا غير إن العربية لغة مميزة بالفعل رقم 8 National Geographic المجلة الشعبية والقناة التي تبث الأفهام الوثائقية في 171 دولة جعلت من شعارها مستطيلاً أصفر وهو شعار بسيط وأنيق ولكن يحتوي على الكثير من الرمزية يرمز المستطيل إلى باب مفتوح نحو عالم معرفة عن الطبيعة والعلوم والثقافة كان في اختيار اللون سبباً وجيهاً أيضاً هل يمكنك تخمين ما يرمز إليه اللون؟ يشبه اللون الأصفر والمشرق لقد فهمتها الشمس إنها كناية عن الشمس التي تشيع على العالم بأسره وهي كذلك مصدر للطاقة والقوة رقم 7 Vodafone ربما لم يسمع الكثير منكم ممن لا يعيشون في مصر أو قطر عن هذه الشركة لكن Vodafone شركة بريطانية للهاتف المحمول تعمل خاصة في أوروبا وأسيا وأفريقيا وأوكيانوسيا اختارت الشركة بضع العناصر الغامضة لوضعها في الشعار قد يبدو للبعض كأنه سماعة هل هذا ما رأيته حقاً؟ حسناً إنها في الواقع علامة تنصيص التي تستخدم للاقتباس لذا في هذه الحالة ترمز علامة الاقتباس المفتوحة بداية المحادثة والتواصل الصوتي أراد المصاممون أن يبينوا أنه مع شركة Vodafone يمكن للمستخدمين التحدث مع بعضهم البعض في أي وقت يريدونه وإذا كنت تتساءل عن نوع الخط الموجود في شعار الشركة فقد تم تصميمه حصرياً لشركة Vodafone لكي يكتبوا به الاسم إنه ليس ذلك النوع من الخط تاينز نيو رومان المعتاد تشتهر هاريبو بسكاكرها اللذيذة وإعلانها الموسيقي الجذاب ربما كنت تعتقد أنه منذ تأسست الشركة في ألمانيا أن كلمة هاريبو تعني حلوى الدب باللغة الألمانية ولكن لا ليس الأمر كذلك على الإطلاق جمع مؤسس الشركة ببساطة أول حرفين من اسمه ولقبه هانز ريغل وأضف إليهما أول حرفين من مسقط رأسه في بون اعتاد هانز فيما قبل على بيع الحلوى في المعارض حيث كانت هناك دبابة راقصة وقد ألهمه ذلك لإنتاج هذه الحلوى الشهيرة على شكل دب رقم خمسة سابوي من المؤكد أن هناك سبب وراء وجود السهام على الأحرف الأولى والأخيرة من شعار سابوي ترمز في الواقع إلى علامات الدخول والخروج من متر الأنفاق بهذه الطريقة تبين الشركة أنه مع سابوي يمكنك تناول طعام أثناء التنقل كما هو الحال في متر الأنفاق الحقيقي هذا إذا أردت ذلك حقاً تلعب الألوان دوراً كبيراً أيضاً فالأخضر يرمز إلى أن الشركة تشجع في الواقع على تناول الغذاء الصحي وتوفر منتجات ذات جودة عالية لا غير أما الأصفر فيدل على الفرح والتفاؤل والمرح والثراء وللخرذر أيضاً تعتبر أكبر منتج للوجبات السريعة في العالم أفضل من ميكي دي آس والتي حققت نجاحاً باهراً في 110 دولة والتي تعرف الكثير عن الترف والثراء بمختلف معانيه قررت شركة دي سي كوميكس بعد أن أمتعتنا بعرض العديد من الأبطال الخارقين المحبوبين والقصص المليئة بالأحداث الشيقة بتغيير شعارها في عام 2016 غضب المعجبون وطلبوا من الشركة التخلي عن الشعار القديم الذي اعتادوا عليه لسنوات طويلة لكن لن يتمكن أحد حتى من تخمين الكم الهائل من المعاني الخفية لهذا التصميم الجديد نشر مؤسس الشركة جيملي في حسابه الخاص على الانستجرام للكشف عن ما يرمز إلي الشعار الجديد تهدف الأركان والزوايا إلى استحضار رمز سوبرمان ورمز WW إلى المرأة المجزة واندر وامن وإشارة باكمان هل ترى كل من هذه الرموز على الشعار؟ يوجد هناك ثلاثة أنواع من البشر في هذا العالم عشاق سفاري أو كروم أو فايرفوكس مهلا انتظر هل ما زلت تستخدم انترنت اكسي بلورر؟ أوه هذا غريب لنترك المزاح جانبا وضع متصفح الويب الشهير موزيلا فايرفوكس تعلم يجوب الكوكب بأكمله على شعاره لكن أنا متأكدة بأنك لم تكن تعلم بأن ذلك الشيء ليس ثعلبا الأمر أن فايرفوكس الترجمة الإنجليزية للإسم الصيني للباندا الحمراء وبهذه الطريقة أرادت الشركة إظهار مدى تفردها لأن هذا النوع من الباندا نادر جدا ومعرض للانقراض في سنة 2010 تبنت شركة موزيلا فايرفوكس اثنين من الباندا الحمراء النادرة وتولت مسؤولية رعايتهما إذن نعم فايرفوكس ليست بثعلب على الإطلاق بل إنها باندا حمراء ضريفة أوه رقم اثنان بيكاردي لم تنوي بيكاردي إخافة عملائها بهذا الشعار مثل الكثير من الأشياء العظيمة التي تداولنا على مدار سنين لم يأتي هذا الشعار من لا شيء تقول الأسطورة إن زوجة أحد مؤسسي بيكاردي قد شهدت خفاشا في مصنع الخمور لكن بدلا من الخوف والهروب أخذته كعلامة وقررت أن يكون ذلك هو بالضبط شعار الشركة في كوبا حيث تم إنشاء شركة بيكاردي تعتبر الخفافيش رمزا للصحة والحظ والاتحاد رقم واحد أربت وأخيرا واحدة من أكثر الشعارات بساطة وسهولة في العالم أراهنك على أن لديك علبة من علكة أوربيت في جيبك الآن إذا نظرت إلى الشعار عن كثب فستلاحظ أن حرف أو يظهر منقسما إلى جزئين الجزء الأول داكن والجزء الثاني فاتح وفي الخلفية يمكنك رؤية صورة مدار لذا من الواضح أن حرف أو يرمز إلى الليل والنهار وإلى كوكب يدور حول الشمس في الوقت الذي تعتبر فيه هذه العلكة الأكثر تكلفة في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية فإنها تتمتع الآن بأوجز دهارها على الأقل وفقا لشعار حملتها الأخير أي من المعاني الخفية للشعارات فاجأتك أكثر من غيرها؟ أخبرنا بذلك في قسم التعليقات أدنى لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والنقر على زر الاشتراك للبقاء على الجانب المشرقي من الحياة إلى المرة القادمة